ويأرق أمواعك في ماركة الحزم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويفزهم وينصركم عليهم ويشف صدور القوم المؤمنين أهلنا في كل مكان في سوريا الحبيب والوطن العربي إن لواء شهداء دوما يزف إليكم الخبر الذي انتظره شعبنا طويلا وهو مقتل الطاقية بشار الأسد والذي كم بالتنصيق والحمد لله مع أحد ضباط الشرفاء من داخل القصر هذا والتحدى بشر أن يخرج إلى الأعدام خلال 12 ساعة إن كان ما يزالوا حيا هذا ونحذر أفراد وضباط الجيش الذين ماذا يقاتلون في صف الطاقية إن يسلموا أنفسهم إلى أقرب نقطة للجيش الحر لأننا لن نرحمهم بعد ذلك إما أن سلموا أنفسهم فسنضمن لهم محاكمة عادل إن شاء الله من كنتم تقاتلون لعجله قد قتل فاشتروا حياتكم بالتخلي عن القتال ضد شعبكم وبلدكم ودينكم أهلنا في دمشق إن أخوانكم في الجيش السوري الحر حريصون كل الحرص على سلامتكم لذلك نود أعلامكم بضرورة إخلاء دمشق والتوجه إلى المناطق المحررة خلال مدة أقصى ثلاث أيام من تاريخ هذا البيان لأن دمشق أعلنها النظام لنا سابقا منطقة عسكرية وهذا هو الإنزال الأخير وقد آزر من أنزر وأخيرا أقول لأخوتنا في الجيش السوري الحر نحن ماضون في معركة الحسم إن شاء الله لذلك نطلب منكم الاستنفار الكامل وانتظار شارة البدء لاقتحام دمشق وتحريبها من العصابة لا يؤخرنا عنها أي تكازل أو تخازل تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر